تقدر الإحصاءات غير الحكومية أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في العشوائيات في العراق بأكثر من سبعة ملايين مواطن بعد أن كان ثلاثة ملايين ونصف المليون عام 2016 في آخر إحصائية لوزارة التخطيط ما يعني أن هذه الكارثة السكانية في تنام متسارع منذرة بالاتساع سنة بعد أخرى ارتبط ملف السكن العشوائي بعد عام 2003 بالفوضى وانهيار المؤسسات الحكومية وتصدع هيبة الدولة ما سمح للملايين من الأسر الفقيرة بالتجاوز على الأراضي العامة والخاصة المتروكة فأصبح الظاهرة العشوائيات من مصالحات ما بعد 2003 شأنها شأن الظواهر الأخرى التي طفت على سطح دولة ميليشيات ولسيما بعد تخصيص العديد من القوى السياسية قطعا سكنية لمؤيدهم وأنصارهم وتشكل العشوائيات بيئة مؤاتية لمختلف الأمراض الاجتماعية كالجريمة وانتشار المخدرات والجهل وغيرها ومن أبرز أسباب تفاقمها هو تغاضي السلطات عن محاسبة المتجاوزين فضلا عن تصاعد نسب الفقر والبطالة والأسيما بعد الاحتلال وسيطرة قوى الأحزاب والميليشيات الطائفية على مقاليد الدولة وزارة التخطيط الحالية قالت أن هناك ثلاثة ملايين ونصف المليون يقطنون في هذه العشوائيات التي تجاوز عددها الأربعة آلاف عشوائية في محافظات العراق تضم أكثر من خمسمائة ألف وحدة سكنية عشوائية وهذه المشكلة تضعفت منذ عام 2016 ما ينظر بتفاقمها في ضوء الاستثمار السياسي لهذه الظاهرة الخطيرة من دون معالجات جذرية وحقيقية حيث اعترف المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد زهر الهنداوي أن وزارته أعدت عام 2015 خطة لمعالجة المشكلة وكانت بحاجة ماسة إلى قانون خاص بها وفعلا ناقش البرلمان عام 2017 قانون العشوائيات لكن تقاطع المصالح والأهواء السياسية حال من دون إقراره حتى الآن بسبب مزايدات الكتل السياسية في هذا الملف ومحاولتها كسب أصوات سكان العشوائيات فضلا عن توظيفهم في الانتخابات وتقول التقديرات الحالية أن العراق يحتاج إلى ملايين الوحدات السكنية للتغلب على أزمة السكن الخانقة غير أن الحكومات المتعاقبة فشلت في معالجة هذه الظاهرة بسبب الفساد الحكومي ترجمة نانسي قنقر